النقد الموجه للمنهج التقليدي المدرسي أدى المفهوم التقليدي للمنهج المدرسي والذي يركز على المعلومات والحقائق والمفاهيم ويستبعد كل نشاط مدرسي صفي أو لا صفي يمكن أن ينمي هذا النشاط قدرات المتعلمين ومهارتهم واتجاهتهم وجوانب نموهم المختلفة إلى إهمال معظم جوانب العملية التربوية مما ترك آثارا سلبية على كل من الطالب المواد الدراسية المعلم المدرسة البيئة المحلية أما بالنسبة للآثار السلبية التي تركها المنهج التقليدي على المتعلم اهتمام المنهج التقليدي بالجانب المعرفي في مستوياته الدنيا من تذكر وفهم وأغفل نواحي النمو المعرف الأخرى للمتعلم مثل التقويم والتحليل والتركيب وغير ذلك إهمال حاجات المتعلمين وميولهم ومشكلاتهم مما قد يؤدي إلى عدم إقبالهم على الدراسة عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب فالمعلومات التي تقدم عامة لكل الطلاب والكتب الدراسية تخاطبهم بأسلوب واحد حتى الأسئلة تأتي على نمط واحد أيضا تعويض الطلاب على السلبية وعدم الاعتماد على النفس فالمعلم يشرح مادته والطلاب يسمعون ويستوعبون ما يقوله المعلم وما تتضمنه الكتب الدراسية فالطالب معتمد في كل شيء على الكتاب والمعلم ومن هنا بدأت السلبية وعدم اعتماد المتعلم على النفس من النقد الموجه للمنهج التقليدي أنه ترك أثار سلبية على المواد الدراسية وذلك كما يلي تضخم المقررات الدراسية وذلك نتيجة للزيادة المستمرة في المعرفة بشتى جوانبها المختلفة ونتيجة الاهتمام كل مدرس بالمادة الدراسية التي يدرسها فقط فقد اهتم مؤلفه المواد الدراسية بإدخال الإضافات المستمرة عليها حتى تضخمت وأصبحت تمثل عبءا ثقيل على المدرس والطالب عدم الترابط بين المواد الدراسية المقررة وقد أدى اهتمام كل مدرس بالمادة التي يقوم بتدرسها إلى خلق حاجز قوي بين المواد الدراسية وبالتالي لم يعد بينها رابط أو تكامل تركيز المعلمين على النواحي النظرية من الدراسة دون الاهتمام بالنشاط المدرسي فالمنهج التقليدي كما نعلم يركز على المعلومات والمعارف من هنا لجأ المدرسون إلى الطريقة اللفظية في الشرح فذلك يوفر لهم في الوقت لإتمام المقررات الدراسية اقتصر اختيار المحتوى وتنظيمه في كتب دراسية على المتخصصين والخبراء دون مراعاه لوجهة نظر المعلمين والطلاب أيضا من النقد الموجه للمنهج التقليدي أنه ترك أثارا سلبية على المعلم وذلك كما يلي المعلم في ظل هذا المنهج التقليدي نراه فقد دوره التربوي الذي ينبغى أن يقوم به فالدور الحقيقي للمعلم لا يقتصر على توصيل المعلومات من الكتب إلى الطلاب بل عليه أن يعلمهم كيف يعلمون أنفسهم تحت إشرافه وتوجيهه وبذلك يعمل على تحقيق مفهوم التعلم الذاتي والتعلم المستمر كما عليه توجيه الطلاب ومساعدتهم على حل المشكلات ومتابعة ذلك وذلك في أثناء قيمهم بالأنشطة وإطاحت الفرصة لهم للتخطيط لها وتنفيذها وأيضا تقويمها ومن ثم يصبحوا الطلاب قادرين على التخطيط والتعاون العمل الجماعي والتفكير العلمي السليم تركيز المعلمين على النواحي النظرية من الدراسة داخل الفصول الدراسية ومن هنا استبعدوا بذلك كل الأنشطة المدرسية غير الصفية بل عدوها مضيعة للوقت اعتماد طرق التدريس على الآلية إذ أصبح معلم المادة يستخدم التلقين أما الطالف عليه الحفظ للامتحان أيضا الاعتقاد بأن المعلم والكتاب هما المصدران الرئيسيان للتعلم مما أدى إلى سلبية المتعلم وعدم مشاركته الإيجابية في عمليتي التعليم والتعلم من النقد الموجه للمنهج التقليدي أنه ترك آثارا سلبية على المدرسة وذلك كما يلي أدى التركيز على المعلومات إلى إهمال الأنشطة بكافة أنواعها الصفية واللصفية فالمدرسة لم تلجأ إلى الأنشطة إلا للترفيه على الطلاب ولم تمنحها إلا وقتا ضئيلا لا يتناسب مع أهميتها ودورها الفعال في العملية التعليمية ملل الطلاب من الدراسة ونفورهم من المدرسة وذلك نتيجة التركيز المستمر على المعلومات وحفظها والامتحان فيها من ناحية ونتيجة قلة الأنشطة من ناحية أخرى مما أدى إلى تغيب بعض الطلاب وانقطاع البعض الآخر عن دراسة مما أدى أيضا إلى زيادة نسبة التصرب التعليم كذلك من النقد الموجه للمنهج التقليدي أنه ترك آثار سلبية على البيئة المحلية وذلك كما يلي إنعزال المدرسة عن المجتمع فالمنهج المدرسي يركز على المعلومات في الكتب ويدرسها الطلاب في جميع المدارس والمناطق مما جعل العملية التربعية تدور حول ما تضمنه هذه الكتب في الوقت الذي نجد فيه أن هناك تغيرات طرأت على المجتمع أدت إلى فجوة بين المدرسة من ناحية والمجتمع الذي تنتمي إليه المدرسة من ناحية أخرى فالمنهج التقليدي لم يتعرض لمشكلات البيئة والمجتمع كما أنه لم يعمل على تنمية قدرة الطلاب على المساهمة في حل هذه المشكلات وذلك بسبب تركيزه على الحفظ للمادة الدراسية دون تطبيقها في ميادين الحياة المختلفة في نفس الوقت نجد أن لكل بيئة خصائص ومشكلات معينة وفقا لطبيعاتها الجغرافية وكثفاتها السكانية وذلك سدعي من المنهج مراعاة ظروف البيئة ولكن المنهج لم يتح للمدرسة الاتصال بالبيئة والتفاعل معها والعمل على مشكلاتها وبالتالي ضعفت الصلة بين المدرسة والبيئة وهكذا نرى كيف ترك المنهج التقليدي بمفهومه الضيق أثار سلبية على العملية التعليمية ولكن نتيجة لهذه الانتقادات التي وجهت لهم من ناحية والتطورات التي حدثت في مجالات الحياة المختلفة وأيضا البحوث التي وجرت في التربية وعلم النفس من ناحية أخرى أدى ذلك كله إلى ظهور المنهج بمفهومه الحديث ترجمة نانسي قنقر